السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكويدين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم الملوية او المسمنة العجيبة اللي عجبتكم بزاف وبزاف دي القنوات دروا التطبيق ديالها اليوم تعود بحلة جديدة وبمقادر جديدة نتمنى الله تعجبكم وتفضلوا معي بشهود تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله لتحضير هاد الملوية غدا نحتاجوهنا كأسين من الدقيق الناعم يعني الفارينة مغربلة وهنا كأسين من الدقيق الفينو اللي هو السميدة السميد الناعم لسومو الاكستخافين وبالنسبة للدقيق استعملت الفارين تيب سوسونتسانك غنت تعمل معلقة ديال يعني الزبدة معلقة كبيرة ديال العسل والملح الحسب الضوقة بالنسبة للكاس العبار دياله هو مية وتلاتين قرام اه في الكاس انا نكتب لكم ان شاء الله لما قدر بس في الفيديو اه عبرت ليك ما عنديش انا الكاس ديال لعنبة اه مهم انا حاولت نعبر لكم بالكاس كيف ما طلبتم معايا مني احتى نشاري ان شاء الله احتى نمشي للمغرب ونجيب معي هاد المرة كاس لعنبة انا كان عبرنا بالجرام وهاد بحل هاد شي اللي كان يعني اللي كان تكون وصفة ديالتي يعني كان دير غي عيني مي ثاني هنا العسل اللي ممكن تعاوده بالسكر اللي بغيته نستعملت هنا العسل الحر وغدا نعجنها بالماء الدافئ تقريبا تعملت كاس ديال الماء وهنا كاس ديال الخميرة البلدية اللي تقدروا تعاودوها بخميرة اخرى اللي بغيتو صافي وغدا نعجنها حتى تجمع ليها مزيان من بعد ما تجمعت لي العجينة كيف ما كتشوفوا معي خصت تبقى يعني جمعة راسة ما خصتاش بحل عجينة اللي بسمن تماما ونخليوها ترتاح ساعة ونصف في مكان دافئ ضروري هاداك الاختيمار الاول ضروري باش كتجينا رطبا من الداخل وكتجينا خامرة وتابع بسم الله لبراكاتي الله من بعد ما خمرات غدا نصرح العجينة ديالي اللي آآ كتفل لي رطبا وسهل ضغية كتسرح آآ بالنسبة لحبيبات اللي كيبال ليكم هادو كم آآ غن الخالة اللي كينا في تخميرة البلدية صافي غدا نحاول ما أمكان أنني نرققها إحنا حتى تولي أرقيقة باش كتجينا مرقة وما جيش غليدة من بعد ما أرققناها كيف ما شهتم معايا حتى أوليت على هادشكل طبعا ندهنها بالزبدة الدائبة يعني كان حاول ندوبها باش منكترش الزبدة يعني باش منستعمش واحد الكيمية كبيرة ديالزبدة وحاملوا ما أمكان أنكم تستعملوا زبدة حيوانية هي أخف ضرر يعني حسن من الزبدة ولا عندكم الزبدة البلدية سعداتكم حسن من المارغارين المارغارين فيها الحلوف فيها 471 أكتوبة في المارغارين 471 وهذا 471 على الشحم الخنزير طبعا نحاول ما أمكان أننا ندهنها بزيان يعني هاد الليست ديال ديال المارغارين عندي ديال عفوان عندي من شي دبا خمستاشر سنة وي عندي شحال دي كنت مهم كنت كان شوف هاد مني كان بغين شي ندير الكوخس كان عطاها لي الزوج ديالي ومني كان ندير الكوخس كان نقلب على لأوح تحفظتهم ولكن دبا ما بقيت أنا أصلا كتشري المواد المعلبة كلها يعني كل شي كن نحاول ما أمكان أني كل شي نحضره يعني هاد شي جاب شوية تدريجيا يعني مشي جوغلون دمان صافي قررت بشه مهم هنا غضر رشها بالخروب كيف ما شفته معايا والخروب تقدروا تعودوه بالكاكاو تقدروا تعودوه آآ بالقرفة لما عندكم ش ولكن بالخروب ركت جي ألد إحتى الخروب تقدروا تضيفو ليه شوية ديال القرفة يعني فيتا محضرها بشوية ديال القرفة آآ تقدروا كذلك ترشو بزرع الكتان مطحونة ولا الزنجلين مطحون إحتى هو ولا البودرة اللوز مطحونة أنا عارفة دبا تعاليق لكتجيني عادة ذك شي باش كنحاول ما أمكان نعطيكم بدائل يعني هات شي اللي يعني مفيدة مجرباهم ذك شي علاش أما بزيت الزيتون ما تتجيش مزيانة قدروا تحضروها بزيت الزيتون كتجي شوية ناشفة هنا ملعقة كبيرة دي السكر اللي غضي يعطينا واحد القرمشة هاد المسم من هادي يعني جربتها بالعسل ولكن ما كتجي معلكة بالعسل أما بالسكر كتجي قرمشة سافية وغدرشها باللوز محمر ومهارمش مهروش سافية ومن بعد غضا اللويها بنفس طريقة دي المسمنة اللي كنت حطرت شحل هادي وقال لده بش أزيد منعام وبالنسبة للنوعية دي التقيق يعني المكونات دي المسمنة ممكن تستعملوا الدقيق الكام اللي لبغيتو عوا كتزولوا منه لنخال بش مي نخال الغليد بش مي جي مش لش نتطق بش لكم العجينة نغضر رش بالقليل من الزبدة ولا بتوضيف أكتر ممكن نحاول نقص واحد شوية وبالنسبة للنظام الغذائي اللي متبع أنا أنا ما كان فرض لكم حتى شي حاجة حين كين بعض الأخوات كي كتبولي بعض تعاليق بأن النمط الغذائي ديالي غادي ولي نمط عائلات أنا دايما كنقول لكم غا نتشارك معكم تجارب ديالي أنا أصلا أنا أصلا يعني وخن نسمع لشي دكتور أنا أصلا كن بحث الرأس يعني ما أنا في جميع الميادين هكذا يعني ما شي غلي قلي يا شي حاجة كن في نديرها يعني خاص نقتنع بها ونجربها ونشوفها عاد كن نستعملها يعني حتى أنتم ما كذلك يعني تقتنعوا بالحاجة ولا عجباتكم الوصفة ولا عجبكم المقادير يعني ممكن أنكم ما شي ضروري ذاك شي اللي كن دير أنا هو لا غدا تتبعوه هذي قناة طبخ يعني فيها وصفات طبخ إلا عجبوكم كتتخدوهم إلا ما عجبوكم ما كتتخدوهم يعني مشي قناة توعية أنا أصلا مكان باش كتر عليكم كثرة النصائح وكثرة لأن أصلا حتى الوليدة تيالي أنا ما كان فرض علي محتاجي حاجة يعني كان حاول ما أمكان نحضر لي بعض شهيوات وخنكون أنا ما غديش ناكل هم حال أنا الزبدة ما كن ناكل هاش أي حاجة محضرة بالزبدة ما كن ناكل هاش ولكن ولدتي ما نحرموهم وإلا غدي يمشي لأن هم كبار يمشي ويأكلو يعني يمشي ويشرو لك خواصن في الزنقة يمشي يشرو اللي بغيوش في الزنقة يعني خصم يديروا الحاجة على اقتناع ممكن ش نحرمو لوليدة هذا رأي كي بقى غير رأي ديالي ممكن ش نحرموهم مرة حيث إحنا قررنا واحد القرار يعني وصلنا الواحد سن يعني إحنا ما وصلنا لهذا شي رأى سنين وإحنا كان يعني ماشي ماشي جغل عندما خطينا قرار يعني الشخصي وقناتي فيها وصفات اللي عجباتو شي حاجة مرحبة لما عجباتو ش ما ياخد هاش وانا لا أحاول زي ما أنني نقطر في النمط الغذائي ديال العائلات أنا غير كنتشارك معكم التجارب ديالي كنتشارك معكم يعني ذك شي اللي كنتحضر العائلة ديالي فقط والوصفات الصحية تبارك الله بزادي الأخوات يعني شجعتوني عليها ذك شي لش أنا كننزلها أنا أصلا أنا مش حال هدي أنا بتبعني دام مختلف يعني وخا كنحضر مثلا أطباق الضيوف كنحاول ما أمكان أنني نستعمل نستعمل الأشياء المصنعة ولكن حال دبا مثلا الحاجة اللي حلوة بزا فأنا كنحاول من أكل هاش ولكن إلا كان عندي الضيوف ديالي ولا بد غدا ناكل معهم ممكن ش غدا نقول لهم لا حك أنا دير واحد وماذا كيف يبقى الرأي ديال يوسف ترجمة نانسي ترجمة نانسي شفتوا معي كنحاول نرخفها مزيان وغدا نخليها حتى تخمر تخمر ان شاء الله كيف ما شفتوا معي ها هي خمرات يعني دخلت الفرن يكون سخون وطفيت وكن نغطيها وكن نخليها تخمر ما خمرتش بزا يعني خليتها تقريبا نصف ساعة ودهنتها بالقليل من الزبدة وكن سخن الفرن كون ترجمة الحرارة ديال وفي الاول ميتين وعشرين ومن بعد من تتحمر كنعود نهبطه المياه وسبعين يعني الطريقة ديال الطهي ديال ها مهم جدا غدرنا ركز عليها بجيكم طيبة من الداخل ومجيكم خضرة خاص بحل لبات فيتي اللي كي طيبها وكي حتها خضرة من الداخل هي هادي الطريقة ديال خاص ها يعني نطلع درجة الحرارة ديال الفرن في الاول حتى تتحمر لنا ومن بعد كنعود نزله باش كتطيب لنا من الداخل لفت بان انا كنطلع درجة الحرارة ديال الفرن غي باش كتنفخ يعني كتنفخ دغية وكنعود نهبط باش طيب من الداخل كنحاول نكرر غي لان هاد المسألة هادي مهمة جدا يعني طريقة ديال الطهي مهمة جدا وان شاء الله غدا تجيكم نفس النتيجة ديالي تمنى ان شاء الله من كونش طولت عليكم زاف واستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة